اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسيمن كثيرا إلى المدين وبعد أهلا وسلم بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسيمن كثيرا إلى المدين قبل أن نبدأ نريد أن نشير إلى أن مكتبة السيرة النبوية مكتبة عامرة فدعوة لقراءة السيرة النبوية وخاصة أن الحمد لله في كل منطقة من مناطق هذه الإمارة المباركة إمارة الثقافة وإمارة العلم توجد فيها مكتبات وهناك كتب كثيرة تتعلق بالسيرة النبوية فالسيرة النبوية حقيقة هي التي تساعد على فهم الإسلام لأن هناك بعض الآيات القرآنية وهناك بعض القضايا التي لا يمكن أن تفهم إلا من خلال السيرة النبوية ولذلك ينبطي أن ندرس السيرة النبوية ونفهمها ونتفاعل معها ففيها حلول لكل المشاكل التي ممكن أن تحدث للإنسان من السيرة النبوية يستطيع صاحب البيت رب البيت أن يأخذ منهج متكامل في التعامل مع زوجته مع أولاده الزوجة أيضا ممكن تأخذ من السيرة النبوية منهج متكامل كيف تربي أبنائها وكيف تتعامل مع زوجها يعني الشخص يستطيع أن يأخذ من السيرة النبوية وكيف يتعامل مع جيرانه مع مجتمعه وكيف يتعايش مع من يختلف معهم في الدين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الأسس للتعايش مع الآخر يعني من خلال وثيقة المدينة التي إن شاء الله سنتحدث عنها من خلال المراسلات التي راسل بها الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام وإلى التعايش السلمي من خلال الاتفاقية مع قريش ومن خلال أيضا الكتب التي كتبها لنصارى نجران إذن السيرة النبوية حقيقة مشكلة الأمة الآن التي تعاني منها هي أنها تركت السيرة النبوية لم تفهم السيرة النبوية لم تستوعبها لأن السيرة النبوية ليست أحداث فقط وإنما هي سلوك يعني الله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم الآخر إذن هذه دعوة حقيقة من القلب وأرجو إن شاء الله أن تجد هذه الدعوة صداء وأن يكون هذا البرنامج له تأذير في أن نعود جميعا لدراسة السيرة النبوية أن نقتني السيرة النبوية أن نأخذ الكتب ونتدارسها مع أبنائنا ومع أهلنا في بيوتنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك فهي حقيقة المعين الذي لا ينضب وهي حقيقة الطريق الذي من سلكه يعني وصل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاءة ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك إذن الله تبارك وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة فقال له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وذكرت أن أول الدائرة بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيته السيدة خديشة وهي أول من أسلم بنات الرسول صلى الله عليه وسلم الأربعة زيد مولاه علي بن أبي طالب ربيبه وكذلك أم أيمن مولاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في التحرك وأول شخصية بدأ بها أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق كان صديق للرسول صلى الله عليه وسلم وقريب من الخير يعني مثلاً دائماً الإنسان إذا كان عنده خير أو يريد أن يوجه فينبضي حقيقةً أن يبدأ بالأقرب في الأقرب الأقرب إلى الخير فبدأ أبي بكر الصديق وهو صديقه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحداً إلا كان له تردد إلا ما كان من أبي بكر الصديق فإنه لم يتردد استجاب مباشرة للرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق استجابه للرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أيضاً لم يكتفي بإسلامه فقط وهذا أيضاً مهم جداً يعني بعض الناس سلبي وبعض الناس إيجابي بعض الناس يعرف الخير لكنه يتوقف عنده وبعض الناس يعرف الخير ويحاول أن ينقله للآخرين الحياة عبارة عن تجارب فالإنسان المفترض إذا كانت عنده تجربة ناجحة فيبضي أن يقولها للآخرين أبو بكر الصديق أسلم فعندما أسلم بدأ يتحرك أيضاً في الأشخاص الذين يثق فيهم وأسلم على يده كبار الصحابة عثمان بن عفار رضي الله عنه الزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله سعد بن أبي وقاص وهكذا كوكب هؤلاء الشخصيات الكبيرة وهم الرعيل الأول الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبدأ طبعاً هؤلاء يتحركون بنفس الطريق وكذلك أيضاً السيدة خادشة بدأت تتحرك أيضاً بطريقة بطريقة الأصطفاء وبطريقة الأختيار وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أصبحت البيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبحت الدائرة كلها تتحرك بنفس المنهجية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي منهجية الأصطفاء والأختيار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يصدن بقرش في بداية الأمر يريد أن يكون له أتباعي ويريد أن يكون له مناصرين ولذلك في هذه الفترة الزمنية أسلم عدد لا بأس به وأسلم بعض الموالي منهم سيدنا بلال رضي الله عنهم وهناك بعض الموالي الكثيرة الذين أسلموا الذين تعرضوا حقيقة للأذية إذن أسلم أيضاً أرقم من أبي الأرقم وهو من بني مخزوم وهي القبيلة التي وقفت في وجه الدعوة هو ابن عم أبو جهل فبدأ الإسلام يدخل القبائل القرشية فلا تكاد قبيلة من قريش إلا ويوجد فيها بعض المسلمين بعد ذلك الله تبارك وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذن بعدما يعني وجد الرسول صلى الله عليه وسلم أتباع ووجد مناصرين وبدأ يؤسس الجماعة الإسلامية الأولى وهؤلاء بدأوا يتحركون جاء الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى وانذر عشيرتك الأقرب إذن نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالدائرة الأولى وهي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أصدقاء الرسول صلى الله عليه وسلم القريبين من خير مثل أبي بكرون الصديق ثم الدائرة الثانية وهي بني هاش الله تبارك وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وانذر عشيرتك الأقربين وعشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هم بني هاش إذن هذا أمر من الله تبارك وتعالى ولابد أن يطبق لابد من التطبيق هذا الأمر فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده خيارين الخيار الأول أن يدعو كل فرد منهم أن يتصل بهم جميعا يعني فردا فردا فيدعوه إلى الإسلام الخيار الثاني أن يجمعهم في مكان واحد وهذا أسرع في الدعوة أن يجمعهم في مكان واحد ويدعوهم إلى الإسلام فاختار هذا الخيار فطلب من علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة أن يعدى مأدوبة هذه المأدوبة لبني هاشم كلهم يعني حوالي أربعين رجل ومعهم النساء ومعهم الأطفال يعني ممكن حوالي مئة شخص أو أكثر في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وطبعا شربوا وأكلوا ويعني أرتاحوا يعني لم يفاجئهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة ثم بعد منتهوا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا قضية مهمة جدا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يسألهم يعني يقول تعلمون محبتي لكم وتعلمون أني لو كذبتم الناس جميعا ما كذبتكم لأن الإنسان لو كان كذابا لا يمكن أن يكذب على خاصيته لأن الكذب حقيقة أن ينفقد الإنسان يعني الإنسان الذي يكذب منتهي ليس له دور ليس له قيمة يعني الإنسان بكلامه إذا لم يكن الإنسان غير صادق في كلامه يعني يعتبر كالعدم فقال أنا لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم هو الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه من الكذب وهم يعرفون أنه الصادق ويعرفون أنه الأمين وهذا أيضا تهيئتهم لما سيلقي إليهم ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم يعني أيضا بعدما استثار العاطف فيهم على أنه منهم وعلى أنه لن يكذبهم وعلى أنه نصوح لهم بعد ذلك انتقل إلى أيضا الأسلوب الإقناع الآخر وهو العقلي أو المنطقي فقال إنكم ستموتون وتبعثون كما تنامون وتستيقظون يعني الإنسان ينام ويستيقظ وينبضي حقيقة الإنسان إذا استيقظ أن يحمد الله تبارك وتعالى لأن بعض الناس ينام وليستيقظ بعض الناس ينام ويستيقظ وهو فاقد لبعض أعضائه لا يستطيع أن يحركه وبالتالي ينبضي الإنسان إذا استيقظ أن يحمد الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي رد علي روحي ورد علي بدني ورد علي كل أعضاء الجسم حقيقة ينبض الإنسان يستحضرني عن الله تبارك وتعالى فإذن قال إنكم تموتون وتبعثون لأن الحياة لا يمكن للإنسان أن يعيش هكذا لا يمكن أن يكون في حساب يعني إذا كان المسيء والمحسن في خانة واحدة فهذا الغير منطقي لا يقبل لا يمكن أن يكون المستقيم الصالح المساعد الناس صاحب الأخلاق والسيء الذي يؤذي الناس لا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى حاشاهم من الظلم فإذن يعني ستبعثون ثم بعد ذلك يعني دعاهم إلى الإسلام فقال إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة وثم بيّن لهم أنه أتاهم بخير الدنيا والآخرة وأنهم لو اتبعوه لفازوا في الدنيا وفي الآخرة لكن يعني كانت هناك مواقف حقيقة يعني هذا الجمع الكبير كانت هناك مواقف كانت هناك أربع مواقف يعني من خلال هذا الجمع الموقف الأول هو موقف أبو لهب أبو لهب وهو موقف معادي للرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي نزل فيها قول الله تبارك وتعالى وفي زوجته تبت يدها أبي لهب وتب ما أظنى عنه ماله وما كسب سيصلان أران ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد إذن أبو لهب قال لبني هاشم يا قوم خذوا على يد سفيهكم هو يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سفيه وحقيقة السفيه هو لأنه جاءه الخير فرفضه واستمر على كبره أجان الله حتى ماته وحتى أنه بعد وفاته لم يستطع أحد أن يقربه فكانوا يرمون عليه الحجارة يدفونه بالحجارة لأنه أصب بمرض معدي أجان الله وإياه وأخبر الله تبارك وتعالى بأنه من أهل النار وهذا أيضا فيها إعجاز وهذه الآية كانت سبب في إسلام أحد المستشرقين الذي فكر في دراسة القرآن الكريم من أجل إظهار تناقض أو كذب في القرآن الكريم فوجد أن هذه الآية السورة نزلت في أبي لهب على أنه من أهل النار ومع ذلك لم يسلم فكان بإمكانه أن يقول بأنه أسلم وبالتالي كان هذا سبب في إسلامه لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى المطلع على عواقب الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف من عواقب الأمور إلا ما أخبره به الله تبارك وتعالى إذن يعني الموقف الأول موقف أبو لهب وهو موقف معادي للرسول صلى الله عليه وسلم الموقف الثاني هو موقف أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موقف مساند للرسول صلى الله عليه وسلم طبعا لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم لكنه يعني قال للرسول صلى الله عليه وسلم والله لا أسلمك يعني أدعو أدعو بالطريقة التي ترها لكن أنا حقيقة يعني شخصيتي لا تطاوعني بأن أكون تابعا لابني أخي وهو أصار مني سنة الموقف الثالث هو موقف محايد يعني ليس معاديا وليس متابعا وهو موقف أكثرية يعني بني هاشم الموقف الرابع وهو الموقف متابع وهو موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وموقف زيد وهم الذين حضروا يعني هذا اللقاء إذن هذا اللقاء الذي دعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بني هاشم يعني كانت هذه المواقف الأربعة موقف معادي وموقف متابع وموقف محايد وموقف مساند وهو موقف عم الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هذا اللقاء الأول أنتهى بهذه الطريقة وهنا يعني نقول بأن يعني دائما المواقف يعني إياك أن تعتقد أنك إذا طرحت فكرة أو إذا طرحت فكرة سواء كان على الأهل أو الإخوان أو الأقرباء على أن الجميع سيوافق عليها فطبيعة الناس هكذا لكن عدم يعني الأتفاق مع الشخص لا يعني عداوته لا يعني يعني التقاطع معه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يعني يدعو يعني بني هاشم ويدعو ضيره إذن هذه يعني بالنسبة للمرحلة الأولى طيب إذن نقول بأن كان هناك أيضا يعني بعض الأشخاص من خارج مكة هناك الذين أسلموا في هذه المرحلة عدد المسلمين في هذه المرحلة قرابة المئة شخص فيهم من كبار الصحابة فيهم من الأسر الكبيرة القراشية وفيهم أيضا من الموالي يعني منهم سيدنا بلال رضي الله عنه وغيره ممن كانوا يعني أسلموا وتعرضوا للتعذيب وسيدنا بلال نعرف قصته أنه كان يعذب فاشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه واعتقه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بلال سيدنا وأبو بكر يقول أبو بكر سيدنا وعتق سيدنا بلال لأن بلال حقيقة تعرض للأذية وتعرض للتعذيب ومع ذلك ظل متمسكا بدينه وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأذان قال ابن إسحاق وحدثني عتبة ابن مسلم مولى بني تميم عن نافع عن جبير ابن مطعم يقول وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس قال هذا طبعا الحديث متصل والحديث صحيح نعم قال لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه وجبريل عليه السلام ذكرت أن هذه الأمور تحتاج إلى أن تعلم يعني للأسف أن كثير من الأسر يعني المسلمة تترك أبناءها يتعلمون الصلاة بطريقتهم وقد تكون فيها أخطاء وتركهم يتعلمون الوضوء بطريقتهم نظليا وقد يكون فيه الوضوء أخطاء ولذلك جبريل عليه السلام جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمه طريقة الوضوء ثم جاء بعد ذلك وحدد له أوقات الصلاة يقول لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طبعا الحديث أو هذه القصة الحادثة وقعت بعد الإسراء والمعراج وابن الإسحاق ذكرها هنا لأنه تحدث عن الصلاة فرض الصلاة لكن هذه القصة وقعت بعد الإسراء والمعراج بعد هذه الحادثة بممكن حوالي عشر سنوات لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أتاه جبريل عليه السلام فصلى به الظهر حين مالت الشمس يعني الشمس حين تكون وسط السماء فتكون مقابل رأس الإنسان طبعا في هذه الفترة يعني لا يعني لا تجوز الصلاة لكنها عندما تنزل قليلا يعني هذا هو الوقت المناسب ثم صلى به العصرة حين كان ظله مثله يعني الإنسان إذا كان في في الشمس يكون له ظل ويكون الظل يعني مساوي لحجم الإنسان أحيانا يكون الظل أكبر من حجم الإنسان فإذا كان الظل يعني إنسان في البر وكان الظل بحجم الإنسان هذا طبعا وقت صلاة العصر هذا الوقت الأول لأنه أي وقت له يعني وقت يعني فترة يمتد فيها لأنه هناك بعض الأوقات يعني أوقاتهم مشتركة يعني بخاصة الظهر والعصر ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر ثم جاءه فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله يعني صلى الظهر ظهر في اليوم الثاني في وقت العصر وهذا يدل على أن الأمر فيه ساعة إذن الأوقات الصلاة من الذي بيّنها للرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام والوضوء من الذي بيّنه للرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام يقول ابن الإسحاق ذكر أن علي بن أبي طالب أول يعني من أسلم يعني من الذكور طبعا ذكرنا سابقا أن أول من أسلم على الإطلاق السيدة خادشة ثم بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هناك اختلاف في زيد وعلي أيهما أسلم المهم أنهما أسلم قد يكونوا أسلما في يوم واحد قال ابن الإسحاق ثم كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدق بما جاء به من عند الله تعالى وكان يقول مما أنعم الله به على علي بن أبي طالب أنه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب تربية الرسول صلى الله عليه وسلم رباه الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال ابن الإسحاق كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريش أصابتهم أزمة شديدة وكان أبا طالب ذعياء يعني طبعا الأزمة أزمة قريش يعني أزمة تجارية لأنهم كانوا يعتمدون على التجارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عم وكان من أي سر بني هاشب يعني حدثت أزمة والأزمات عادة يعني تظهر معادن الناس يعني في أثناء الأزمات تظهر المعادن معادن الناس فأحيانا بعض الناس يكون عونا للزمن عليك وبعضهم يكون عونا لك على الزمن فلما حدثت هذه الأزمة وكان أبو طالب له عيال الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى العباس فقال له أنت عندك مال فتعال نخفف تخفف أنت عن أخيك ونخفف أنا عن عمي فنأخذ أنا علي أتولى تربيته وأصرف عليه وتأخذ أيضا أنت جعفر ويتربى عندك وفعلا وافق على هذا الأمر وتربى علي بن أبي طالب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فضمه إليه وأخذ العباس جعفر فضمه إليه فلم يزل علي مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيا فأتبعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآمن به وصدقه ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه وجعفر نحن نعلم أنه كان رئيس المهاجرين إلى الحبشة وهو الذي تحدث أمام النجاشي وأقول سبحان ربك وربي عزيزي عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وإلى الملتقى في حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة